تحول تضليل زجاج السيارات من إجراء لحماية المسؤولين في المناطق المضطربة أمنية في العراق إلى ظاهرة في المناطق التي تشهد استقرارا في أمنها ومنها البصرة حيث لجأ مسؤول المحافظة إلى تعتيم نوافذ مركباتهم باللون الأسود بما يحجب عن نظرهم رؤية واقع خدمي مترد علاوة على إشباع نزعة حب السلطة لديهم بحسب آراء بصرين هذا المسؤول حين ينظر من خلال الزجاج المضلل هو يرى الحقيقة كما هي يرى بؤس مسؤوليته ويرى الواقع المزري الذي ازداد سوءا بوجوده سيارة المضللة والمصفح المسألة لا تعدو أنه تكون عبارة عن مسألة وجهها قدام عشيرته وقدام قرائبه وقدام أخوانه وقدام كذا أنه أنا أركب سيارة مضللة اللي ممنوع عليكم أن تتركبوها لكن أنا أركبهم وجاية أتمشى بالناس وقدامي حماية وورايا حماية وهذه كل الزين أنه إذا نزل واشترى من أي محل ما أحد راح يعرفه أنه هو عضو مجلس محافظة فأصحاب المركبات المضللة يؤشر مراقبون إلى أنهم أصبحوا طبقة جديدة بنظر المواطنين تحصل على مكاسب وامتيازات لا يحصلون عليها وإلى أبعد من هذا الرأي يذهبون حيث يؤكدون بأن من يجلسون خلف النوافذ المضللة لا يفتحونها للفقراء رغم أنهم من أوصلوهم إلى دائرة الحكم والسلطة التضليل للزجاج هذا فيه تمييز طبقي واضح لماذا؟ لأن المسؤول ليس وجها استخباريا أو مخابراتيا لا يجب للعامة أن تراه بالعكس يجب للعامة ويجب على المسؤول أن يكون معروفا من الجميع أما تضليل الزجاج فهذا فيه تمييز ويريد المسؤول أن يقول أنني أفضل من غيري المسؤول الذي جاء به الناس يجب أن يكون عند حسن ظن الناس وأن لا يتخفى عنهم إلا إذا كان لا يؤدي واجبه بشكل صحيح المركبات المضللة كانت مادة دسيمة إلى رسامي كاريكاتير فمن خلال هذه الرسومات يوجهون نقدا لاذعا إلى المسؤولين الحكومين الذين لا يرغبون وعلى ما يبدو بأن يشاهدوا ويشاهدوا من قبل الناس ربما لتقصيرهم في أداء واجباتهم هم لديهم قناعات بأن التعدد دسيرات المضلة عند خروج المسؤول حتى تكون جزء من الخطة الأمنية التي يعيشها المسؤول لكن هذه السيارات المضللة أخذت تستغل من بعض الأطراف لتنفيذ مآرب تؤدي بكوارثة على المواطنين وفي ظل نقد كهذا يرجع من في السلطة أسباب تضليل سياراتهم إلى درء مخاطر أمنية تضليل زجاج السيارات هو من ناحية ضرور الأمنية لكن للأسف الشديد إلى الآن لم توجد ضوابط لأحد من هذه الظاهرة السيارات المضللة لها القدرة على اقتحام أي مكان ودون مساءلة ولأمر بسيط لن يقدر على محاسبة من بيدهم السلطة وزمام العقد والحال في مدينة البصرة سعى قصائي القرى